إلى أسواق العملات حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصطية يسجل الدولار الأمريكي نحو 18 جنيه و 82 قرشا للشراء و 18 جنيه و 92 قرشا للبيع أما بنسبة لسعر اليورو فوصل سعره إلى 19 جنيه و 18 قرشا للشراء و 19 جنيه و 29 قرشا للبيع بالنسبة للسعر الجنيه الاستليني ووصل سعره إلى 22 جنيه و 54 قرشا للشراء و 22 جنيه و 68 قرشا للبيع أما عن أسعار العملات العربية فوصل سعر الدرهم الإميراتي إلى 5 جنيات و12 قرشاً للشراء و5 جنيات و15 قرشاً للبيع أما عن سعر الريال السعودي فوصل سعره إلى 5 جنيات وقرش للشراء و5 جنيات و4 قروش للبيع إلى أسواق البترول العالمية انخفض خام برينت القياسي العالمي إلى مدون 100 دولار للبرميل وسط ارتفاع دولار وقيود كورونا التي تضعف الطلب في الصين أكبر مستورد للخام في العالم ومخاوف من طباط الاقتصاد العالمي انخفض السعر خام برينت بنسبة 7 و1 من 10% إلى 99 دولار و48 سنة للبرميل وتراجع خام غرب تكسيس الوسيط الأمريكي 7 و3 من 10% إلى 96 دولار و42 سنة للبرميل في المقابل تراجع أسعار المزاوط عالمياً بنسبة 2 و5 من 10% لتصل إلى 3 دولار و67 سنة للتر كما تراجعت أسعار الغاز الطبعي بنسبة 3 و77 من 100% لتسجل حوالي 6 دولار و18 سنة لكل مليون وحدة حرارية